كشف علماء عن عثورهم في شمال غرب الأرجنتين على حفرية أقدم الديناصورات العملاقة المعروفة وهو من دوات الأربع أرجل وتغذى على النباتات وتميزا برقبته متوسطة الطول وذيله الطويل وذكر العلماء أن الديناصور الذي يسمى إنجنتيا بريما أو العملاق الأول وصل طوله إلى عشرة أمتار وكان وزنه عشرة أطنان تقريبا وعاش قبل نحو مائتين وعشرة ملايين سنة في العصر الترياسي وكان الديناصور إنجنتيا أول أعضاء سلالة أطلق عليها سوروبود انضم لها فيما بعد أكبر مخلوقات الأرض مثل الأرجنتينوسوروس وديناصور دريدنوتس سيسيليا أبلدتي من جامعة سنخوان في الأرجنتين والتي قادت الدراسة المنشورة في دورية نيتشر إيكاليجي أند إيفولوشن نرى في الديناسور إنجنتيا بريما أصل التعملق والخطوات الأولى التي أدت بعد أكثر من مائة مليون عام إلى ظهور ديناصورات من فصيلة سوروبود وصل وزنها إلى سبعين طن على غرار تلك التي عاشت في باتاغونيا كان أول ظهور للديناصورات في مراحل مبكرة من العصر الترياسي قبل مائتين وثلاثين مليون عام تقريبا وكانت الديناصورات الأولى متوسطة الحجم وتختلف تمام الاختلاف عن الديناصورات الضخمة التي ظهرت فيما بعد في العصر الجوراسي والعصر التباشيري وكان العلماء يعتقدون أن أولى الديناصورات العملاقة ظهر قبل مائة وثمانين مليون عام تقريبا وعثر على حفرية الديناصور إنجنتيا في منطقة سانخوان بالأرجنتين